انا اخوك صراع العراق احل ثوار تشرين الهوية الوحيدة اللي افتخر بيه هي ثورة تشرين والعراق اللي تحكمها ميليشيات منتهي اركاظ امي طلعتلي اللي ضربوا تشاريات طلعتلي اللي ضرب مسيل دموع بالراس طلعتلي اللي ضرب قناص وين هم ذولة شو ما طلعتهم اتحداك يا الكاظمي اتحداك اذا نهيت الميليشيات انت اللي جاي توجهك الميليشيات انت اصلا انتفاقك وي الميليشيات قهادة الميليشيات حتى تنهي ثورة تشرين ليش للكيكة اللي تقسموها بيناتكم اللي احنا عدنا تاجراس للعراق بس المشكلة التاجراس عدها تاجراس مو العراق هاد شو تقللي؟ هاد اللي عايشة بدللي؟ شو تقللي؟ هاي ثورة تشرين مو يطي روحه يطي حمره امري والوالعظيمة ينسعب اذا ضلتنا ايمين حالتوا انا احنا راح نموت بكرامة وانت راح تعيشهم ذلك لبيك يا عراق لبيك يا شهيد هايا شبابك هايا شبابك وعندما لهم عدر راية وعندما لهم عدر راية هايا تقلون هاي الشباب اي ذا اللي بدرتين من عدكم تخويل؟ اذا عدكم تخويل من تاجراسكم الله ينعاكم هذا الطفل ما حصل يا سفلة يا اندال انعلى ابوكم لابو حزابكم لابو كتلكم انت هذا الو ابنك انت قامت من العراق وين راح يصير انعلى ابوكم لابو شرفكم لابوا كل احزابكم لابوا كل السياسين الحكم العراق من اول ما دخلتوا هنا دم شهداء معوفي نمي شهداء ما عفوا والله احنا مشروع استشهاد الوطن منزح تكون للأعزاب الفاصلة اللي قدت للشباب من في ساعات التباهر شو تقول عنها نتسر أو نمو لاغر